في فريجينيا حيث لقي شخصين حدفهم في تحطم مروحية قربة شارلوت فيل بولاية فريجينيا الامريكية التي شهدت وقوع اشتباكات ما بين قومين بيد وعارضون خططا لرفع تمثال يعودوا إلى فترة الحرب الاهلية ومحتقين منوئين لهم وقال جيم بيترز المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية إن مروحية المنطلاز بيل 407 تقل شخصين تحطمت على بعد 11 كيلو مترا إلى الجنوب الغربي من شارلوت فيل ولم يتحدد بعد سبب سقوط الطائرة ترجمة نانسي قنقر